مثلا بيحكي لنا كسؤال على هذا الموضوع ما هي الخطوات التي يلجأ لها المختصفين في المصانع للحصول على كمية اقتصادية من مادة ما ايش يعني كمية اقتصادية من مادة ما يعني انا يا ميس حطيت 40 جرام من المادة ا و50 جرام من المادة مثلا المادة ب انا الي بدي ايه 70 جرام من المادة س انا الي بدي ايا 70 جرام من المادة س اذا كان فيه نواتج غير مرهوب بها هون انا هاي النواتج حتخرب علي شوي التفاعل ليش؟ لأنه أنا فعليا حطيت كميتين كبار من A و B تمام ودفعت عليهم مصاري ودفعت عليهم أموال ومبالغ لأن المواد الكيميائية مش رخيصة أبدا تمام ففعليا أنا اللي بدي إياه ناتج يكون يقتصد معي إيش يعني ناتج يقتصد معي ناتج يعطيني مربح كبير بالنسبة للمواد اللي أنا دخلتها بهذا التفاعل ناتج اقتصادي زي ما إحنا بنحكي ففعليا بيحكي لنا ما هي الخطوات اللي بيلجأ إلها المختصون في المصانع للحصول على كمية اقتصادية من مادة طبعا مين مختصون المصانع ممكن يكونوا مهندسين كميائيين ممكن يكونوا كنيائيين كلاتهم بيشتغلوا على هذا الموضوع فمثلا للحصول على كمية اقتصادية من مادة ما في أحد المصانع لما تسمع كلمة كمية اقتصادية يعني أنا بحكي لك إنه للحصول على أكبر كميه من الماده الناتجه واحد يلجئ المختصون لاختيار التفاعل الكيميائي الذي يؤدي الى تكوين الناتج المستهدخ دون نوااتج ثانويه ما امكن يعني كان في عندي تفاعلين سمام التفاعل الاول بانتج لنواتج اللي انا بدي يال مرغوب به نوااتج ثانوية غير مرغوب فيها طب في تفاعل ثاني بنتج للناتج المرغوب فيه بس ما في نتائج او نواتج سانوية فايف التفاعل بختار بختار التفاعل اللي هو اصلا ما فيه نواتج ثانوية لانه انا بدي احصل اكبر كمية من المادة الناتجة فاول شغلة بلجأ المختصون حتى يحددوا التفاعل الكيميائي المناسب اللي بيعطيني اكبر كمية من المادة الناتجة بدون ظهور مواد او نواتج ثانوية غير مرغوب فيها اتنين اجراء الحسابات الكيميائي الحسابات الكيميائي اللي احنا اصلا اقلنا من اول درس عدم نحل عليها هاي بتهمنا بشكل اساسي ورئيسي وين بشكل اساسي ورئيسي بموضوع حساب كمية المادة الناتجة فدائما اتنين بيجروا حسابات كيميائي بعد هاي الحسابات الكيميائي بتقديهم لخطوة جديدة اللي هي تحديد العوامل المؤثرة في التفاعل الكيميائي اذا بيحددوا شو هي العوامل اللي بتأثر لي بالتفاعل الكيميائي التي تهدف الى الحصول على اكبر كمية منه في وقت اقل بروحوا بيشوفوا هذا التفاعل الكيميائي بعد ما يعملوا حسابات كيميائية بروحوا بيشوفوا هذا التفاعل الكيميائي الموجود عندي فعليا بيدرسوا شو هي العوامل المؤثرة بهذا التفاعل بعد دراستهم للعوامل المؤثرة بهذا التفاعل بروحوا بيشوفوا العامل المؤثر الفلاني مثلا اعطاني الماده الناتجه باقل وقت طب في عامل مؤثر اخر بطقلي من التفاعل هذا ايش بدي الغي وجوده تمام بدي احل مشكلته فهم ثلاث خطوات رئيسية الخطوه الاولى بيحدد عندي او بيختار المختصين تفاعل الكيميائي المناسب حتى ايش يقديلي الى تكوين الناتج المستهدف هاي رقم واحد اتنين ادراء للحسابات الكيميائيه وثلاثه تحديد العوامل المؤثرة في التفاعل الكيميائي اذا احنا هون بدنا نحدد العوامل اللي بتأثر لي في التفاعل الكيميائي اللي هي فعليه بتهدف للحصول على اكبر كميه من الماده المرغوب فيها الماده الناتج اللي انا اصلا بدي اوصل لها بالنهاية فعندنا مثال على مفهوم اقتصاد الزرة ركز معي هذا مثال نفترض انه انا اي بي المختبر تمام او في احد المصانع بدي احضر عندي اتش سي ال شو هو ال اتش سي ال حمض الهايدروكلوريك حمض قوي جدا ومهم جدا في كل التفاعلات الكيميائيه اللي انا بشتغل فيها بدي احضر حمض الهايدروكلوريك تمام اكيد هو مش موجود هيك من اللاشاء لا فيه تفاعلات معينه بتاديلي الى تكوينه طيب ايجينا احنا المختصين شفنا ايش هي الطرق اللي بتاديه لتكوين حمض الهايدروكلوريك كان في عنا تفاعلان رئيسيا في الطريقه الاولى ممكن اني احضر غاز كلوريد الهايدروجين تمام هذا الغاز بدي احضره عن طريق تفاعل حمض ال اتش تو اس او فور مع ان اي سي ال اللي هو كلوريد الصوديوم ملح تمام اذا اتش تو اس او فور مع ملح الان اي سي ال اللي نتج عندي نتج عندي الناتج المرغوب فيه الاش سي ال لكن نتج في عندي ناتج ثانوي في عندي ايش ناتج ثانوي هذا الناتج الثانوي انا اصلا ما بدي ايا هذا الناتج انا اصلا ما بدي ايا ليش لان هو فعليا ناتج الثانوي هذا بيقللي على الكميه اللي بدي احصل عليها من من غاز الاش سي ال تمام هون الحمض على شكل الغاز كان ففعليا ما بيحكي لنا بهاي الطريقه ايضا العلماء عملوا حسابات كيميائيه تمام بعد ما عملوا الحسابات الكميائيه راحوا حددوا هل في عنا نواتج ثانويه هل في نواتج غير مرغوب فيها شو العوامل المؤثر على هذا التفاعل وصلوا الى انه المردود المئوي لهذا التفاعل 100 بالمئة بينما يكون اقتصاد الذرة لهذا التفاعل حوالي 34 بالمئة ليش 34 بالمئة اقتصاد الذرة ليش بينشاء عندي من الاش سي ال مش كمية 100 بالمئة السبب في ذلك انه في عندي ناتج ثانوي الناتج الثانوي هذا غير مرغوب فيه اصلا اللي هو نحكي عنه كبريتات الصوديوم تمام هذا ناتج اصلا غير مرغوب فيه فقللت الي نسبة اقتصاد الذرة فكان اقتصاد الذرة بمقدار 34 بالمئة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة